ترأس الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة الكويت المشارك في الجلسة الخاصة لبحث اخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بالدعم المادي والمعنوي والسياسي والصعوبات المالية التي تواجه عمل وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا التي عقدت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بدعوة من المملكة الاردنية الهاشمية بحضور وزراء خارجية الدول العربية على همش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية الخمسين بعد المئة وزراء الخارجية العرب حذروا من المساس بدور الانروا أو تقليص خدمتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط مؤكدين أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة عملياتها الخمس مسؤولية دولية سياسية قانونية وأخلاقية